طلبت من ريشتي أن ترسم القمر فأبدعت وقضت من سحره وطرى طمعت فيها فقلت النجم يعجبني فصورت ريشتي من حسنه صورة مرحبا بكم أبناء طلاب الصف التاسع الأساسي ومستمعي الأكارم في هذا اللقاء الحواري الذي نقلب فيه ما تبقى من صفحات الوحدة الأولى ويسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ نعيم عباس الطويل الموجه لاختصاصي في تربية دمشق والآن سهبا خطيب المدرسة في مدارس تربية حمص أهلا وسهلا بكم كما يسرنا أيضا أن نترقى الاتصالات والاستفسارات من خلال الأرقام التي ستظهر على شاشة اتباعا أو من خلال التواصل المباشر على صفحة التربية السورية على الفيسبوك إذن وحدتنا الآن هي الثقافة والفنون كان لقاء سابق لزملائنا تم فيه عرض محتويات الجزء الأول من هذه الوحدة ولكن حبذ أستاذ نعيم أن نعيد عرضا شاملا لتفكير الأبناء الطلاب والمشاهدين بمحتويات هذه الوحدة نعم بداية مرحبا بكم أبنائنا طلاب التاسع الأساسي كتابنا في اللغة العربية يتضمن ستة وحدات درسية الوحدة الأولى بعنوان ثقافة وفنون وضمنت هذه الوحدة مجموعة من الفنون كي تكون علامة يقتدي بها الطالب وفن يهتدي به ليسير عليه في حياته اليومية والعملية أما الوحدة فمضمونها على النحو الآتي تتضمن ثلاثة نصوص أدبية النص الأول أن عورى للشاعر السوري بدر الدين الحامد والنص الثاني هو روائع الآثار للشاعر خليل مطران والنص الثالث روعة البيان للشاعر شفيق جبري أما المحتويات النحوية في هذه الوحدة فهي ثلاثة دروس الدرس الأول هو المفعول المطلق والدرس الثاني هو المفعول فيه بفرعيه ظرف الزمان وظرف المكان والدرس الثالث هو المفعول لأجله كذلك يوجد دروس في المطالعة والقراءة هي بين النثر والشعر ولدينا أيضا الخط العربي ولدينا تعبير في مجال كتابة النص الوصفي وأخيرا لدينا نص إثرائي في حضرة الفن للشاعر ميخايل أويردي إذن هذه هي محتويات الوحدة ونعمد في هذه اللقاءات أن نقدم إضاءة يعني هذه الوحدة تدرس من خلال فترة زمنية محددة ليست بقصيرة في مراحل الدراسة في الصفوف الدرسية وتأتي هذه الندوات لتكون إضاءة مضافة إلى ما يتم تناوله في حجرة الصف لدينا النص المتبقي في هذه الوحدة هو نص روعد البيان حب ذلك أن نستمع لقراءة النص أستاذ نعين قبل أن نبدأ بتفاصيله النص للشاعر السوري الكبير شفيق جبري يقول فيه ردي علي بيانا سحره جمحا ظن الزمان به من بعد ما سمحا لم يبق من لذة يله الفؤاد بها إلا البيان وطيب منه قد نفحا قد عشت منه زمانا لست أذكره إلا ذكرت به اللألاء والمرحا ستون عاما وما جرت شدائدها نفط منها اعتلاج الهم والترح جربت كل نعيم في مدارجها أكان مغتبقا أم كان مصطبحا فما صفوت بغير الشعر في كدر أنفي به ما برى مني وما فدحا فإن تجد منحة للعلم سابغة ألا ترى الشعر ما أعطى وما منحا غنى فأعطت نعيم القلب نغمته كالطير يعطي نعيم الأذن إن صدحا أكرم بقوم علت فيهم مكانته حتى رأوه على الأفلاك قد رجحا إن كان في العلم ما تسم العقول به فالقلب بالشعر يسمو بعدما رزح إذن هذا النص يتحدث فيه الشاعر عن موقفه من الشعر وماذا حدث معه في آخر عمري حبذ لو إضاءة فكرية حول هذا النص آني ساهبة أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائنا طلبة زملائي في الميدان التربوي وجميع مشاهدي قناة التربوية السورية نلتقي اليوم لنسلط الضوء على الجزء الثاني أو الجزء الأخير من الوحدة الأولى وسنتوقف عند قصيدة روعة البيان في هذه الندوة وهي قصيدة للشاعر شفيق جبري وهو شاعر عربي سوري تغنى بسحر العبارة وجمال الكلمة بعد مضي سنواته الستين فاختار الشعر ليعبر فيه عن ذاته وقد مجده بهذه القصيدة فأظهر افتنانه بجمال الكلمة وشعوره بالراحة عند اللجوء إلى هذا الفن طبعا بعد أن قرأ الأستاذ نعيم النص يتألف من مقطعين في المقطع الأول يتحدث فيه الشاعر عن أثر الشعر في نفسه وما يجلبه إليه من السعادة واللذة فهو المسلي له وهو الذي يجلب إليه السعادة والفرح بعد أن تقدم به العمر وهو مخلصه من المصاعب والهموم وقد اختبر الشاعر جميع متع الحياة فوجد أن الصفاء والسعادة واللذة لا تكون إلا عن طريق الشعر وفصاحة البيان وسحر الكلمة يعني الشاعر هنا نلاحظ أنه في حالة من الشكوى والتذمر نعم يتحسر على ما فاته مع أنه طالعنا بقصيدة من القصائد الجيدة تمام وربما يراها البعض الرائعة نحن نقدم دائما المادة العلمية بحياد هي من القصائد التي يطرب لها المستمع وقد كان يشكو أن هذه موهبة قد فاتته وظلت زمان به بعد أن سمحا تماما نعم ثم ينتقل في المقطع الثاني ليتحدث لنا عن أهمية الشعر في حياة الإنسان عامة فنجده يعقد مقارنة بين الشعر عفو والعلم فيمجد في هذا المقطع أو يساوي بين الشعر والعلم فالشعر هو الذي تطرب به الأذن كأنه طير يغرد بأعزب الألحان ثم ينتقل إلى الحديث عن إعلاء عن عظمة الناس الذين يعلون من شأن الشعر ومكانته في الحياة حتى أنهم رأوه قد بمنزلة الأفلاك وأنه قد رجح على الأفلاك والنجوم في السماء ثم في المقطع الأخير يتحدث لنا عن العلم والشعر ويعطي سمات لكل منهما فإذا كان العلم هو الذي يغذي القلوء العقول عفوا ويسمو بها فإن الشعر هو الذي يسمو بالقلب بعد أن انكسر وردخ وكل بعاني النص ساقها الشاعر برؤية ذاتية موضوعية فنرى في المقطع الأول تظهر ذاتية الشاعر بالخلال استخدامه ضمير المتكلم كما في قوله عشت وجربت وصفوت وفي المقطع الثاني تظهر النظرة الموضوعية عندما استخدم ضمير الغائب ليعبر عن نظرة موضوعية ودور الشعر في الحياة يعني هو أراد أن يلبسها لبوس موضوعية لكن ربما كان نظرة ذاتية هو من باب الإقناع لكنه من النهاية هو موقف كما ترى أن العلم يغذي ويبني العقول فإن الشعر يبني القلوب ويغذيها ويعطيها يعني الرونق ويعطيها المادة التي تجود بها تمام أيضا بالوقوف على بعض يعني الآن ربما يسأل أبناء الطلاب مثلا كيف نتوصل إلى الشرح مثلا كيف نتوصل إلى الفكرة يعني هذا هاجس أبناء الطلاب دائما من وسوى الفكري كيف نصل إلى الشرح كيف نصل إلى الفكرة الفرق بين الفكرة الفرعية وبين الفكرة الرئيسة والفرق بين الفكرة الرئيسة والفكرة العامة هذه الأسئلة التي يمكن أن تكون تشغل بال الطلاب الذين سيقفون فكريا أمام هذا النص طبعا بداية قبل البدء بكيفية شرح البيت الشعري أريد أن أنوه إلى أهمية فهم معاني النص والشرح الشعري فهي تفيد ليس فقط في سؤال الذي يرد حول إشرح البيت الآتي من القصيدة وإنما هي أيضا تفيد في الإجابة على أسئلة الاختيار المتعدد التي تلي النص وأيضا تفيد في إجابة عن الأسئلة الاستنتاجية التي قد ترد حول النص وأيضا يمكن من خلال معرفة معاني الأبيات أن يتوصل الشاعر أعفا الطالب للمشاعر العاطفية التي أراد الشاعر إيصالها إلينا بالانتقال للحديث عن كيفية شرح البيت الشعري في الخطوة الأولى يجب أو أوصي بقراءة البيت الشعري قراءة صحيحة لأن القراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم الصحيح وبالتالي يستطيع الطالب الإلمان بما يحويه البيت الشعري أو النص الشعري عامة طبعا بعد القراءة الصحيحة يجب أن تكون معاني الكلمات واضحة في ذهن الطالب فقد ترد بعض الكلمات التي الجديدة بنستطيع إليه أو التي يصعب على الطالب فيهمها فيحاول معرفة معاني هذه الكلمات ومن ثم أيضا يربطها بمدخل النص والجو العام للنص ومناسبة قول القصيدة وإلى ما هناك من جو محيط بهذا النص طبعا قد يستعصي الأمر على الطلاب في الوصول إلى أو في فهم معاني النص أو مقاصد الشاعر وهنا في حال استعصى الأمر كثيرا يمكن للطالب أن يستبدل كل كلمة بكلمة ترادفها أو تؤدل معنى ذاته وبعد أن يضع لكل كلمة المرادف لها يحاول أن يصيغ هذه الكلمات في نمط أو في اسلوب نثري مترابط طبعا ويجب أن يتحدث الطالب بلغة بلسان الشاعر وليس بلسانه وأن نعم يعني يكون هو الشاعر نعم وأن طبعا إذا كان الطالب يكتب طبعا يجب أن يتجنب الأخطاء الإملائية والأخطاء في الكتابة إذا وردت كلمة يصعب عليه كتابتها فإنه يستطيع أن يستبدلها بكلمة أخرى تكون مرادف هذه الكلمة وتؤدي المعنى ذاته بعد أن يستطيع الطالب الإلمام بمعنى البيت الشعري يستطيع أن يتوصل إلى الفكرة التي يتضمنها هذا البيت وبعد الإلمام بمجموعة أفكار المقطع يمكن له أن يتوصل إلى الفكرة الرئيسة لكل مقطع ومن خلالها يمكن أن يتوصل إلى الفكرة العامة وطبعا بالاستعانة بمعجم النص وغيرها من تمام يعني شروحات التي ترد في الكتاب نعم معجم النص طبعا يعني زميلتي أنت أعطيتي للأبناء الطلاب يعني الطريقة البسيطة قراءة البيت استبدال كلمة البحث عن كلمة معنى كلمة جديدة نعم لتصبح تمام ولكن لا يمنع أيضا يعني عندما ننطرق من روح البيت نعم فهنا أيضا قضية التقديم والتأخير قضية مباحة نعم عندما تصل مقولة البيت الواحد للطالب فيعبر من روح هذا البيت عن الغرض الذي أراد الشاعر أو المعنى الذي أراد إيصاله فهمنا أيضا من حديثك أن الفكرة العامة الفكرة الفرعية الفكرة التي تعبر عن البيت الواحد نعم والرئيسة التي تعبر عن المقطع والعامة التي النسيجي الذي يضم كل هذه الوحدة طبعا هناك اعتاد الأبناء الطلاب أستاذ نعيم على تطبيقات يعني على صعيد المستوى الفكري باتت معروفة بالنسبة إليهم يعني من معاني وفردات من قضايا يعني لها علاقة بالمعنى فهم المعنى التفصيلي أو الإجمالي إجراء الموازنات إلى ما هناك من قضايا نراها يعني أصبحت بديهية لدى الأبناء الطلاب لأنها تتكرر من نص إلى آخر ماذا يمكن أن نقف على المستوى الفني قبل العودة إلى تفاصيل التطبيقات الصرفية في ذلك النص والنحوية وغيرها بداية أيضا النص طبعا توضيح لبعض الأمور الفكرة التي تكون في النص كما تفضلت تتفرع إلى ثلاثة فكرة عامة فكرة رئيسة ثم فكرة فرعية الفكرة العامة هي التي تمتد من أول بيت من أبيات القصيدة إلى آخرها هذه نسميها الفكرة العامة الفكرة الرئيسة التي تتضمن المقاطع أما الفكرة الفرعية فهي خاصة بكل بيت شعري وهنا عندنا نحن في المقطع الأول يعني تغني الشاعر بالشعر بعد تقدمه في العمر وفي المقطع الثاني أيضا يجري لنا موازنة بين الشعر وبين العلم طبعا الوقوف على المستوى الفني القصيدة للشاعر العظيم شفيق جبري والفنيات فيها كثيرة لا تعد ولا تحصى لكننا من على سبيل الذكر إلى الحصر نبدأ بسرد بعض هذه الأمور الفنية مثلا عندنا في علم البديع في البيت الأول ردي علي بيانا سحره جمحا ظن الزمان به من بعد ما سمحا هنا نلاحظ وجود التصريع في البيت الأول وهو من الحسنات البديعية اللفظية وفائدته هو والجناس زيادة الجمال الموسيقي في النص أيضا الشاعر في المقطع الأول يوضح لنا بعض الصور يقول فما صفوت بغير الشعر في كدر أنفي به ما برى مني وما فدح جعل من الشعر ما تصف الحياة به أيضا في المقطع الثاني يورد لنا مثلا قد عشت منه زمانا لست أذكره إلا ذكرت به اللألاء والمرحة هنا نلاحظ لست أذكره وإلا ذكرت هذا طباق سلب أيضا من المحسنات البديعية المعنوية ولا يخفى عليكم كما مر معنا سابقا أن الطباق يساهم أو يسهم في توضيح المعنى بإظهار التناقض الحاد أو الفرق الحاد بين المذكورين لست أذكره وأذكره أيضا عندنا في البيت الأخير قال إن كان في العلم ما تسم العقول به فالقلب بالشعر يسم بعدما رزحه عندنا لفظة يسم ولفظة رزحه هي أيضا من علم البديع الطباق الإيجاب هذا ما يتعلق ببعض الأمور الفنية على مستوى علم البديع يعني يتذكر أبناء الطلاب من خلال هذا الكلام أن المحسنات البديعية تنقسم إلى قسمين محسنات لفظية ومحسنات معنوية المحسن اللفظي هو الذي يأخذنا باتجاه اللفظ كالتصريع والجناس بنوعي والمحسن المعنوي هو الذي يأخذنا باتجاه المعنى كالطباق والمقابلة التي تأتي في آخر الكتاب يعني هو دائما نقصد دائما الأستاذ نعيم أن نعطي أجانب المهاري يعني الأبناء الطلاب قد يعني يرى الجواب يعني يأخذ إجابة مباشرة أنه ما بين مثلا ضنة وسمح طباق ما بين مثلا يعني جمحة وسمحة تصريع ولكن الفكرة دائما هي أن يتملك الطالب المهارة فلا يعتني كثيرا بالمثال نحن نذكر مثال الوارد في النص على سبيل المثال للحصر ولكي يكون يعني الموذجا لما نقوله أما الأهم هو أن يهتم الأبناء الطلاب بالجانب المهاري الذي يجرونه تطبيقا على هذا النص وعلى غيره من النصوص بالوقوف آني ساهدة على الجانب التطبيقي نبدأ بالصرف في هذا النص نعم يمكننا الصرفي والإملاي نعم يمكننا أن نتناول في الجانب الصرفي الاسم الجامد والمشتق ونذكر بأن الجامد يقسم إلى نوعين وهو جامد ذات يدرك بالحواس كما في البيت الثاني من القصيدة كلمة الفؤاد هنا جامد ذات لأننا إذا أردنا أن نفسر بأن الشاعر أراد بها القلب الذي هو يضخ الدم إلى الجسم فإننا نستطيع أن نصنف هذه الكلمة على اعتبار أنها اسم جامد ذات أما النوع الثاني فهو أن يكون جامد معنا وهو ما يدرك بالعقل أي أنه ليس له وجودا حسي في حياتنا كما في البيت الأول كلمة سحر والسحر هو شيء معنوي ليس له وجود حسي ليس له إدراك السحر اللذة المتعار لا يمكن إدراكه بالحواس الحب الإيمان الصدق الإيمان الصدق التقدير الاحترام وإلى ما هناك طبعا في الانتقال إلى المشتقات أتوقف عند بعضها لدينا اسم الفاعل وهو اسم مشتق يدل على من قام بالفعل يشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل كما في البيت السابع كلمة سابغة هنا اسم فاعل من الفعل الثلاثي سبغ سابغة على وزن فاعلة طبعا هنا التأنيس للتأنيف عفوا ليس هناك مشكلة بالمشتقات يعني التأنيف أو التثمية أو الجمع لا تضعف إلى شيء من هوية المشتق نعم أما إذا كان الاسم عفوا أما إذا كان الفعل فوق ثلاثي فإننا نشتق منه اسم الفاعل بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره كما في الفعل جربة فيكون اسم الفاعل منه على على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره فيكون اسم الفاعل من جربة مجرب إذا انتقلنا إلى اسم المفعول فإنه يكون على وزن على وزن على وزن مفعول من الفعل الثلاثي كأن أقول مثلا الفاعل سبغ مسبوغ اسم المفعول منه على وزن مفعول أما من الفاعل الفاعل الثلاثي فإنه يشتق بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره يعني الكتاب قال ذلك لكن هناك هو للتذكير مهارات مرت معهم في سنوات الدراسة السابقة في السابع والثامن ولكن الطالب هنا مطالب بها على اعتبار أن اللغة سلسلة حلقات متواصلة يكمل بعضها الآخر في الحقيقة أنا لي مراحظة على موضوع فتح مقبل آخر وردت في الكتاب وهي باب يعني أن يستأنس الطالب إذا أشكل عليه الأمر بين اسم الفاعل واسم المفعول يعني هناك بعض الآلات تقول أن أي فعل فوق ثلاثي مدن المجهول سيكون قبل آخر مفتوح لذلك الكتب القديمة كانت تغفل ربما هذه العبارة يعني تقول إبدال حرف المضارعة ميما المضمومة وتكتفي بذلك أغلب الأمثل التي تمر مع الطلاب سيجدون أن مقاب الأخير هو مفتوح حكم ولكن يعني للاستدلال وللاستئناس للاستدلال والاستئناس نجد أن يعني هذه العبارة لكتذكر الطالب ويعرف الفرق هنا أيضا يعني يمكن أن نقدم مصيح لأبناء الطلاب اللي يركنوا إلى الوزن كثيرا يعني عندما يطلب إلينا مشتق لذا فورا إلى الوزن هناك أوزن متداخلة متشابهة بين مباراة اسم الفاعل وبين اسم الآلة وبين مثلا مباراة اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة باسم الفاعل إذن نذهب دائما للمعنى المعنى هو الذي يرشد الطالب إلى نوع المشتق أكثر مما يرشده الوزن يعني ماذا لو قلنا مثلا علامة إذا لم يكن قد تذكر أو إذا أخذ الأمور بناحية الوزن وأغفل أو نسي مباراة اسم الفاعل لا يسوء أن يقول هو اسم آلة هناك فرق بالمعنى بعيد وغير مقبول على الإطلاق فإذن لا بد أن يستحضر المعنى والوزن في معرفة المشتق إذن فهمنا من حديثك أني ساهبة أن الإسم جامل أو مشتق هذا المشتق سيكون أحد هذه المشتقات السبعة التي درسها الأبناء الطلاب والتي سوف يجرونها كمهارة تطبيقية على هذا النص وسواه من النصوص أستاذ نعيم التطبيق النحوي لدينا مجموعة من التطبيقات النحوية الغنية في الكتاب نبدأها بالأفعال استفتح الشاعر قصيدته بالفعل ردي وردي فعل أمر نستذكر سوية أبناءنا الطلبة أن فعل الأمر يبنى على ثلاثة أمور الأمر الأول البناء على السكون لم يتصل به شيء أو تصل به نون النسوة الأمر الثاني يبنى على حذف حرف العلة إذا كان مضارعه معتل الآخر أو كان هو معتل الآخر أما إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة فيبنى على حذف النون أما البناء على الفتح مع نون التوكيد فذلك أمر آخر لأن أمامنا الفعل ردي المضارع منه دائما في الفعل الأمر إذا لم يكن مبنيا على السكون بني الطالب أعده إلى المضارع لأن المضارع يساعدنا في عملية العراب نقول لردي في المضارع تردين نلاحظ أن النون موجودة في الفعل المضارع في الفعل الأمر حذفت النون فنقول لردي فعل أمر مبنيا على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة ولا نغفر ذكر الياء فنقول الياء ضمير متصل مبنيا على السكون في محل رفع فاعل لأنها ياء المؤنثة المخاطبة وليست ياء المتكلم البيت الثاني يورد لنا حالة من حالات الجزم التي تتعلق بالأمر فالمضارع المجزوم حالاته حالات بناء الفعل الأمر فنحن نقول لم يبقى كالفعل الأمر يبقى الجزم في المضارع كالبناء في الأمر كلاهما مبني على حذف حرف العلة ولا من حرف نفه وجزم وقلب يبقى فعل المضارع المجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر عندنا أيضا في النص مجموعة من الأفعال التي انتهت بأحرف العلة منها يلهو هذا فعل مضارع منتهن بالواو منها الفعل ترى هذا أيضا منتهن بالألف ومنها أنفي به ما برى مني وما فدح منتهن بالياء بني الطالب إذا انتهى الفعل المضارع بأي حرف من أحرف العلة فالضمة ستكون مقدرة لكن نحن أمام التقدير عندنا حالتان نقول في حالة الياء والواو الضمة مقدرة على الواو والياء للثقل وفي حالة الألف نقول للتعذر لما نقول للتعذر لأن الألف لا تظهر عليها الحركات لا الضمة ولا الكسرة ولا الفتحة أما الياء والواو ففي حالتين نصب لأن الفتحة أخف الحركات تظهر عليه ما نقول لن أعطي لن أسمو إلا بالعلم هنا ظهرت الفتحة فنقول في يلهو ونقول في أنفي فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء وعلى الواو للثقل أما في الفعل ترى فنقول فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على الألف للتعذر أيضا عندنا ما يخدمه في الأسماء الموصولة الإسم الموصول ما والذي نقدره بمعنى الذي في البيت أيضا فما صفوت بغير الشعر في كدر أنفي به ما دائما إذا واجهتنا كلمة ما نستبدلها نستبدلها بالإسم الموصول بداية أنفي به الذي فإذا صح المعنى واكتمل السياق نستبدلها بكلمة أخرى أنفي به الهمومة الهمومة ما أعربها مفعولا به أعود لعراب الكلمة فأقول ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أيضا في البيت الأخير في القصيدة إن كان في العلم ما تسم العقول به أيضا هنا ما موصوله وهي موقعها موقع اسم كان فنقول اسم موصول يعني إن كان في العلم شيء تمام هل هناك شيء للعرض مما نذكره على الحاسب أم ليس بعد لا لا هذا ليس بعد تمام بعد قليل نعم فما اسم موصول مبني على السكون بمعنى الذي في محل رفع اسم كان أيضا استوقفنا في البيت جربت كل نعيم في مدارجها كان مغتبقا أم كان مصطبحا أبناءنا الطلبة إذا ورد الاسم بعد كان ربما ظن بعضهم أنها اسم كان لورود الاسم بعد كان والخبر بعدها نقول قد يكون الاسم محذوفا وقد يكون الخبر مقدما في قول الشاعر شفيق جبري أكان مغتبق أكان الأمر مغتبق إذن مغتبق هنا خبر كان منصوب واسمها محذوف أيضا عندنا أيضا في البيت قد عشت منه زمانا لست أذكره جملة أذكره وردت بعد فعل ناقص والجمل التي ترد بعد الأفعال الناقصة وتكون متميمة لها في المعنى تكون في محل نصب خبرها فعلى هذا يكون لست أذكره جملة أذكره جملة فعلية في محل نصب خبر ليس تمام يعني في الحقيقة أستاذ نعيم هذا يعني ما نبتغيه من خلال هذه اللقاءات وهذا يعني الآن المنهج أصبح له يعني ملفت مجرب أكثر من سنة لم تعلم هناك قضايا إشكالية أو قضايا غير واضحة بالطريقة التناول المنهجي للمناهج لذلك نحن نعمد من خلال هذه الشروحات المستفيدة إلى إجراء تطبيقات تعزز هذه المهارات والمعلومات لدى الأبناء الطلاب بالانتقال إلى الجزء الآخر من الجانب النحوي سدرى أن هناك درس يتحدث عن المفعول فيه في هذه الوحدة نعم المفعول فيه ظرف زمان وظرف مكان هذا المفعول فيه ظرف زمان ومكان من الأسماء المنصوبة في اللغة العربية دعونا نتعرف إلى درس المفعول فيه من خلال الأمثلة الآتية نقول انطلق العمال صباحا إلى عملهم ونقول غاب المهاجر عن بلده سنة ونقول الوطن يسكن داخل قلوبنا بالعودة إلى المثال الأول نقول انطلق العمال صباحا إلى عملهم عندنا هنا اسم منصوب في الجملة الربط بين الفعل وبين الاسم المنصوب واجب بأحد المفاتيح الإعرابية فحين نقول متى انطلق العمال إلى عملهم يكون الجواب صباحا صباحا كالاسم المنصوب حدد زمن حدوث الفعل الذي هو الانطلاق فنقول في صباحا مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره غاب المهاجر عن بلده سنة هنا سنة اسم منصوب دل على زمن غيبة المهاجر عن بلده والزمن هو سنة كاملة فسنة مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر لكننا هنا ما سألنا عنه بالمفتاح الإعرابي متى بل سألنا عنه بالمفتاح كم كم غاب المهاجر عن بلده فالجواب سنة فتكون سنة مفعول فيه ظرف زمان الوطن يسكن داخل قلوبنا لعلنا نسأل أين يسكن الوطن المفتاح الإعرابي أين مع الفعل الجواب داخل وداخل دلت على مكان حدوث الفعل الذي هو السكن فتكون مفعولا فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره أيضا بالانتقال إلى الفقرة التالية يصدفنا أحيانا بعض الأسماء تكون منصوبة على الظرفية الزمانية أو المكانية من الأسماء المنصوبة على الظرفية الزمانية ساعة شهر سنة يوم دقيقة وعلى المكانية أمام فوق تحت خلف بين نلاحظ الآن في قولنا جلست في الحديقة ساعة ونقول في المثال الثاني اشتريت ساعة المثال الأول حوى كلمة ساعة والمثال الثاني حوى كلمة ساعة لكن ما الفارق بينهما في المثال الأول اشتريت ساعة دلت على نوع المشترى والمفتاح لها ماذا لا يصح أن أقول متى متى اشتريت ساعة المعنى لا يستقيم ساعة هنا مفعول به منصوب لأنها خرجت من إطار تحديد زمان حدوث الفعل ما حددت زمن حدوث الفعل أما حين تقول أجلس عادة في الحديقة ساعة هنا دلت على زمن الجلوس في الحديقة وهو الساعة لذلك نعربها مفعولا فيه ظرف زمان منصوب ونذكر أبناءنا الطلبة أن كثيرا من الكلمات التي ترد في الظرفية الزمنية والمكانية قد تكون متشابهة ولا تحل المسألة إلا بمعرفة ما يللكلمة أمثالها بين حين نقول جلست بين ضفتين نهر على الجسر المعلق هنا بين تأتي ظرفية مكانية أما حين أقول زرت الحديقة بين العصر والمغرب هنا أصبحت لظرفية الزمانية ما الذي حدد لي وجهتي في الزمان والمكان كلمة العصر وكلمة ضفتين نهر هنا بين وردت بلفظ واحد لكن واحدة للزمان والثانية للمكان أيضا البحث الذي أود الحديث فيه في المفعول فيه ظرف زمان ومكان هو التعليق وكثيرا ما يلبس على أبنائنا الطلبة أمر التعليق التعليق هو ربط شبه الجملة بالسبب الذي ذكرت من أجله فنحن حين نقول طبعا قبل التعقيب ما هو شبه الجملة شبه الجملة يتوزع بين أمرين الأمر الأول هو الجر والمجرور والأمر الثاني هو الضف زمانا كان أما كانا فحين نقول غاب عن البلد سنة هنا عن البلد وسنة هنا شبه جملة فأين أعلقهما؟ إذا قلت مثلا غاب سامر سنة هل أستطيع أن أقول سامر سنة؟ المعنى لا يستقيم لذلك أقول غاب سنة نلاحظ أبنائنا الطلبة أن كلمة سنة هنا تعلقت تم المعنى حين وضعناها مع الفعل غابة أما إذا أردت أن أعلقها بسامر لا يستقيم المعنى لا يستطيع أن أقول سامر سنة هذا وسيد المتعلقات هو الفعل يعني إذا حضر الفعل هو له الحق الأولى في التعليق أما بالنسبة للتعليق بغير الفعل فهذا كثير منه التعليق بالمصدر ومنه التعليق بالمشتقات ومنها التعليق بالمحذوف كمحذوف خبر ومحذوف صفة مثلا نقول الوطن محمول بين ضلوعنا بين غرف مكان أين نعلقه باسم المفعول الذي هو محمول هنا علقنا شبه الجملة باسم المشتق وهو اسم المفعول هذه أغلب الأمور التي أحببنا التطرق فيها في درس المفعول وقد تلبس على أبنائنا الطلبة يعني اللبس يمكن أن يكون بين الألفاظ الدالة على الزمان وهي ليست لظرف زمان وقد أوضحتها من خلال الأمثلة يعني مثلا حالت ساعة السفر فساعة هنا فاعل أكره ساعة الرحيل ساعة مفعول به إلى ما هناك من عربات قد تكون موجودة إذن قد يجد الطالب بعض الأرفاظ الدالة على الزمان أو التي كانت تستعمل ظروفا لزمان في مواقع عرابية بحسب موقعهم الكلام وقد يجد بعض ظروف المكان مجدورة بمن أو إلى إلى جانب التعليق الذي تحدثت عنه الدرس الذي يليه أن يساهب المفعول لأجله وهو من المصادر يعني من دروس المصادر المفعول لأجله بداية أريد أن أشير إلى أن المصادر قد تأتي في مواضع إعرابية متعددة وقد جرت العادة بين الطلاب على إعراب المصدر بشكل مباشر أنه مفعول لأجله عفوا مفعول مطلق كما في القول يقدرونها تقديرا فهنا مفعول مطلق جاء ليؤكد معنى الفعل يعني من باب استسهال الطلاب يعني يتم غالبا تعليم المصدر من خلال مفعول مطلق لعبا لعبا دلس دراسة ولكن في الحقيقة المصدر قد يكون له إعراب قد يأتي في مواضع إعرابية متعددة ومنها أن يكون أما المفعول به مفعول لأجله مفعول لأجله عفوا أما المفعول لأجله فما يميزه بأنه مصدر قلبي أي أنه صادر عن رغبة داخلية غير مصرح بها فالطالب وهو يذكر ليبين سبب حدوث الفعل فالطالب يدرس طبعا بالنجاح فهنا المصدر طمعا هو مفعول لأجله أولا هو مصدر وثانيا هو مصدر قلبي ويمكن أن أستعين في التعرف على المفعول لأجله باسم الاستفهام لماذا فأقول أدرس حبا بالتفوق فإذا وضعت الفعل وسألت باسم الاستفهام لماذا يكون الجواب حبا لماذا أدرس حبا بالتفوق لماذا نعمل رغبة في النجاح وإلى ما هناك طبعا إذا سمات المفعول لأجله أن يكون مصدر أن يكون مصدر مصدر نعم وأن يكون قلبي ونستعين بالمفتاح الإعرابي لماذا وقد يأتي المفعول لأجله وهو دائما منصوب تتمت المنصوبات وقد يأتي منونا إذا كان غير مضاف كقول يخلدونها احتراما لمبديعيها فهنا جاء المصدر احتراما مفعول لأجله لأنه جواب للسؤال لماذا وهو مصدر قلبي أيضا وجاء منونا لأنه غير مضاف وقد يكون غير منونا إذا كان مضافا كقولي أدرس رغبة خشية الفشل فهنا خشية هي مصدر مفعول لأجله لأنها جاءت جوابا للسؤال لماذا أدرس وجاءت غير منونا لأنها مضافة قد لا يشأل الطالب عن المفعول لأجله بشكل مباشر قد يسأل عن الكلمة التي تليه فإذا كانت وقد يسأل نعم نحن هنا معنيون في المعلومة نعم أكثر من السؤال تمام نعم كملاحظة أن الخلف يلي المفعول لأجله إذا كان غير منونا تلازمه الإضافة تمام إذن المفعول لأجله ومن المنصوبات نعم عرفنا أن المصادر قد تأتي بمواقع عرابية مختلفة أما المفعول لأجله فهو المصدر القلبي المنصوب وعرفنا أن قلبي هو رغبة غير ظاهرة يعني غير ظاهرة يعني أمرا مخفيا تماما تمام وأن يكون منونا أو مخففة التمنيم إذا كان بعضه مضاف إليه يعني خشية أو خشية الفشدي كما قلت بالانتقال إلى جانب بلاغي إلا إذا كان لديك تعقيدا في المفعول لأجله أيضا مما يعني يهون الأمر على الطلاب أيضا إعطاء أسئلة حول درس المفعول لأجله كان مثلا نطلب منهم ضع كلمة كذا وكذا مفعولا لأجله في جملة مفيدة مثلا ضع كلمة شوق في جملة حيث تكون مفعولا لأجله نقول اهتز قلبي شوقا للقاء دمشق هنا السؤال لماذا اهتز قلبي الجواب سيكون شوقا للقاء دمشق فشوقا مفعول لأجله منصوب قد يأتي السؤال مثلا بطريقة أخرى سؤال يخدم درس المفعول لأجله إنه املأ الفراغ من المفعول لأجله المناسب تهاجر الطيور في فصل الشتاء فراغ عن الدفع هنا نقول المصدر المناسب بحيث يتم المعنى بحثا عن الدفع فتكون أيضا بحثا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره بالانتقال بعد المفعول لأجله أبناءنا الطلبة نجد درسا في البلاغة هو درس التشبيه المجمل والمؤكد وقد مر معنا في سنوات سابقة درس التشبيه والتشبيه عقد مقارنة بين أمرين أو بين شيئين لوجود صفة مشتركة بينهما نسميها وجه الشبه ووجه الشبه عادة ما يكون ألمح في المشبه به منه في المشبه يعني هذه الصفة المشتركة يجب أن تكون أوضح وأقوى دلالة في المشبه به من المشبه وإلا لما شبهنا المشبه بالمشبه به أصلا حين نقول مثلا حاتم كالبحر في الكرم حاتم كريم والبحر كريم لكن الكرم عند البحر أرقى وأعلى وأبلغ من كرم حاتم لذلك أنا شبهت حاتما بالبحر فحاتم نسميه مشبها والكاف أداة التشبيه والبحر مشبه به وفي الكرم وجه الشبه هذه عناصر التشبيه نسميها أركان التشبيه أما بالتطرق إلى أنواعه فأنواعه أربع من حيث عدد الأركان النوع الأول هو التام الأركان كما أسلفنا فيه المشبه وفيه المشبه به وفيه أداة التشبيه ووجه الشبه وأحب أن ننوه إلى أمر أن أداة التشبيه يعني يحفظ بعض أبنائنا الطلبة أن أداة التشبيه تأتي فقط كاف أو كأن هذا غير صحيح قد ترد الأداة بصيغة الحرف أو الفعل فالكاف وكأن مختصتان بالحرف لا يوجد غيرهما في الحروف أم في الأحرف أما بالنسبة للأسماء فعندنا كلمة مثل كلمة شبه عندنا في الأفعال يماثل يشابه فأي صيغة وردت معي في الجملة فهي أداة تشبيه أما في وجه الشبه فله نوعان في منهاجنا المدرسي النوع الأول الجار والمجرور والنوع الثاني هو التمييز المنصوب فنقول حاتم كالبحر في الكرم وحاتم كالبحر كرما الصيغتان التي توافقنا عليها في المنهاج المدرسي وإن كانت خارج الإطار أكثر من هذا في الصيغة النوع الثاني للتشبيه بعد التام الأركان هو التشبيه المجمل نقول حاتم كالبحر الذي حذف من الجملة وجه الشبه فحين حذف وجه الشبه أسميت التشبيه مجملا إذن النوع الأول تام الأركان الأربعة موجودة أما النوع الثاني بحذف وجه الشبه يصبح تشبيه مجملا وأدعو التشبيهين الآخرين لزميلة الآنسة هبا تكمل التشبيهين الآخرين لكي لا يقرأ البعض مجمل فيظن البعض يقرأ مجمل من باب أن التشبيه وجاء للتجميل لكن هي العبارة تعني أن هذا الشبه أصبح بمجمل صفات مشبه به يعني كان مخصصا بالكرم أصبح بمجمل هذه الصفات فهذا هو المعنى المقصود بالمجمل أي أنه لم تعد هناك خصيصة واحدة أو خاصية واحدة تشبه يعني يشبه المشبه المشبه به وإنما بات يشبهه في مجمل صفاته ولعل هذا يكون مدخلا للوصول إلى أن أرقى أنواع التشبيه هو التشبيه البليغ سيد أنواع التشبيه لأننا في التشبيه المجمل حصرناه في خصيصة واحدة كما تفضلت أما في التشبيه البليغ جعلنا المشبه عين المشبه به تمام لدينا أربع دقائق ليسا أكثر نعم نتابع في النوعين الثانية الأخيرين من التشبيه وهو التشبيه المؤكد ويكون بحذف الأدات فقط وذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه كأن بالعودة إلى مثال الأستاذ نعيم قال حاتم كالبحري في الكرمي هنا عندما أحذف نقوم بحذف الكاف يصبح التشبيه مؤكدا نعم لأننا قمنا بحذف الأدات ومن ثم نصل إلى أعلى أنواع التشبيه وهو التشبيه البليغ وهو ما يحذف منه الأدات ووجه الشبه معا ليترك المجال المفتوح أمام المتلقي أو القارئ ليتخيل أوجه الشبه وغيرها فبالعودة إلى حاتم كالبحري في الكرمي تصبح حاتم بحر وقمنا بحذف الكاف ووجه الشبه يعني الأدات ووجه الشبه غض نظر عن الأدات إن كانت الكاف أو يشبه أو يماثل الأدات ووجه الشبه فأصبح تشبيه بليغ طبعا وهو تمهيد للانتقال إلى النوع الثاني وهو الاستعارات وغيرها طبعا يدرسها الطلاب في مراحل أخرى تمام يعني ربما في حدود دقيقتين كان بيودي أن نستعرض الخط العربي نعم على الشاشة بما يصبح به الوقت بما يصبح به الوقت تطور الخط العربي وبدأت أهميته من خلال ارتباطه بكتابة القرآن وانتشر بانتشاره التطور أصبح سريعا وملحوظا خاصة مع اقترانه بالإعراب فأصبح للخط مدارسه الخاصة ومبدعوه وموهوبوه أيضا أنواع الخط عندنا بداية الخط الكوفي له سمات وميزات هو أقدم الخطوط وأجملها يعتمد على قواعد هندسية ذات زخارف متصلة أو منفصلة تشكل خلفية للكتابة استعمل في زخرفة المباني والكتابات الكبيرة لأنه يأخذ مساحة واسعة يستخدم الخطوط المستقيمة المتناسقة وأيضا مشبع بالزخارف النباتية خط الرقعة وهو أكثر الخطوط انتشارا لجماله وسهولة كتابته ويتميز بزواياه الحادة أما خط الثلث فله مكان كبير لجماله الشديد وقوة شخصية الحرف فيه يعني حضور الحرف واضح تماما وجلي وهو أصعب الخطوط كتابة وأشدها جمالا الخط الديواني له ميزات امتاز برشاقته وقصر حروفه ارتبط بدواوين الخلافة حيث يستحيل إضافة حرف إلى العبارة هذا ما منع التزوير ضمن دواوين الخلافة بسبب وجود الخط الديواني الخط الفارسي خط رشيق أيضا يتميز عن غيره بتنوع أقلام كتابته يعني نكتبه بعدة أقلام أما خط النسخ فهو ما نسخت به المصاحف ويتميز بقدرته على مد الحرف أما خط الإجازة وهو الأخير فهو مزيج من خطين النسخ والثلث تمام انتهى الوقت أم يعني في الحقيقة السؤال الذي ولدني على الخاص متكرر دائما هل يكتف الأبناء الطلاب بالأسئلة التي تكون خلف درس القراءة تقول قطعا لا تكفي وإنما هي نماذج تدريبية وينبغي أن يستنتج الطالب أو يدخل في عمق الدرس فيفهم هذا الدرس فعندما يقرأه المرة الأولى والثانية والثالثة ويتدبر ما ورد فيه لا بد أنه سيجيب بشكل صحيح على ما ورد خلال يعني سواء الأسئلة خلف الدرس أو أسئلة أخرى ويذكر دائما بعدم اشتراط الحرفية إن لم يكن هناك معلومة ثابتة يعني يحتاج فعلا حفظها هناك إجابات قد تكون بالمعنى المفهوم في الحقيقة يعني الوقت انتهى تماما يعني يدهمنا الوقت كما هي العادة دائما ليس لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر السادة المتابعين أولا وضيفية في الاستوديو الزميني الكريمين الأستاذ نعيم عباس الطويل الموجه لاختصاصي لمدة طغال عربية في تربيات دمشق والآن ساهبة قطيب المدرسة لمدة طغال عربية في تربيات الحمص كل شكر لكوادر الفضائية التربوية العاملة على الدوام ولكم التحية مني دائما أنا مصطفى الحسون وادعكم على أمل لقائبكم الجديد دمتم برعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر